ظلت فتاة سنة كاملة تصوم يوما وتفطر يوما وكانت في نفس الوقت تجتهد في العبادة تقوم الليل تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله بأن تكون زوجة لابن عمها الشاب الصالح الخلوق ولكن مع قرب انتهاء العام أصابتها صدمة كبيرة عندما خطب ابن عمها فتاة أخرى حزنت الفتاة وتركت الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وكرهت حالها واستسلمت لوساوس الشيطان فأصبح الهم يلازمها طوال اليوم فاتصلت بشيخ صالح من أشهر الدعاء وحكت له قصتها ثم سألته لماذا حدث لي كل هذا التغير ووصلت لما أنا فيه فابتسم الشيخ وقال لها من كلامك علمت بحفظك للقرآن فتذكري معي سورة الحج الآية رقم 11 وفيها مشكلتك والحل لها فالله يقول فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومعنى حرف يا بنيتي أي شرط لقد كنت تعبدين الله فقط لكي يحقق لك ما تريدين وعندما لم يتحقق لك كان اليأس والبعد عن الله وأنصحك بالعودة للصلاة والصيام والقيام بإخلاص فقط لإرضاء خالقك وعندها سوف يرضيك بما تحبين بكت الفتاة كثيرا واستغفرت ربها وعادت لحسن العبادة كما كانت ولكن بإخلاص لله وحده ونسيت تماما ابن عمها وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له وكان قد تركها بسبب تعلقها بالمظاهر الدنيوية والسهر أمام التلفاز والاستماع للأغاني فرحت الفتاة كثيرا بعد أن تأكدت أنها أخلصت عبادتها لله عز وجل وأنه سبحانه تقبل منها فقالت وهي في سعادة كبيرة صدقت يا رسول الله يا من قلت إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تقول سيدة فاضلة والله الذي لا إله غيره جاءت علي أنا وزوجي أيام ضاقت علينا الأرض بما رحبت وقد جاء الضيق بعد أن رزقنا الله بمولود جديد حيث قل الرزق لدرجة أننا عجزنا عن إحضار الحليب للمولود بعدما أصبتني ضيقة نفسية عجزت معها عن الإرضاع كنا لا نجد جنيها نصرف منه وكثرت علينا الديون وأصبحت أحمل هم المولود وأقول أنا أموت من الجوع ولكن طفلي ما ذنبه وسبحان الله هذه الأزمة كانت سببا في أن أعيد حساباتي وأرجع إلى الله بعد أن بعدت عنه كثيرا فقلت لا بد أن أتصدق ولكن من أين ونحن لا لم نك قوت يومنا وفي يوم من الأيام استمعت لبرنامج إذاعي وقد ألهمني الله بفكرة كانت هي الفتح والخير عندما ذكر الشيخ في الإذاعة أن إطعام الطعام أفضل أعمال الإسلام فقلت أنني ليس عندي ما أطعم صغيري إلا أنني أخذت صحنا ووضعته خارجا وكل صباح بعد صلاة الفجر أضع فيه بعضا من حبات الأرز كي تأكله الطيور كما عاد زوجي من المسجد في أحد الأيام وقال لي بعدما دخلت المسجد وصليت فإذا بالإمام يقول درسا عن أهمية تلاوة القرآن الكريم وفضل الاستغفار والأذكار وأخبرنا بأنهم يوسعون الرزق حيث ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت لزوجي لقد رزقنا الله بمعرفة فضل القرآن والاستغفار بسبب إطعامنا للطير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ثم وضعت لنفسي ولزوجي جدولا يبدأ بقراءة القرآن ثم الأحاديث الشريفة ثم الأذكار كان هذا قبل رمضان بأيام وبعد أسابيع جاء الفرج وتحقق ما كنا نحلم به لقد رزقنا الله بمبلغ كبير لم نكن نحلم به جاء إلينا من سداد دين كان لوالد زوجي المتوفي على أحد أصدقائه بل وطلب من زوجي أن يشاركه في تجارته ردا لجميل والده عليه ومن بعدها تدفق علينا الخير وسددنا كل الديون وانشرحت صدورنا وحمدنا الله كثيرا وأقول لمن تأخر عنه الرزق وتمنى شيئا ولم يحصل عليه عليك بالقرآن وكثرة الاستغفار ولا تيأس فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا